وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة لقانون حماية المنافسة وخلال اجتماع لمتابعة جهود جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في ضبط الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية أكد مدبولي على دعم الدولة لدور الجهاز الذي تتعاضم أهميته خلال المرحلة الراهنة منعا لأية ممارسات سلبية تضر بالمناخ الاقتصادي كما شدد مدبولي على حرص الدولة لتحقيق هدف ضبط الأسواق أخدم في الاعتبار الأعباء التي يتحملها المواطن خلال هذه الفترة لأسيما فيما يتعلق بأسعار السلع الغذائية الأساسية التي تمثل أولوية قصوى للمواطن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر